موسيقى عندما وقف المسيح ليحاكم أمام مجمع السنهدريم خلي بالك بالنسبة للمحاكم أن المسيح ذهب أولاً لحنان رغم أنه أقالة الحكومة الرومانية لكن الكلمة المسموعة كانت لإله ثم قيافة بعدين كان اجتماع قصير في ساعات الصبح قبل ما يذهبوا لبلاطوس من مجمع السنهدريم وفي هذه المرحلة استحلف رئيس الكهنة وسأل المسيح هل أنت ابن الله ابن المبارك قال أنت تقول فمزق ثيابه لحاجة للشهود اعتبروا هذه التهمة تهمة التجديف وطبعاً عقابها الموت بالنسبة لليهود بالرجم لكن حكم الإعدام كان من اختصاص الوالي الروماني فأخذوه للوالي فالسؤال فكرة ابن الله هل هو تجديف؟ الفكرة معروفة في العهد القديم أما عن الابن يقول في السفر المزامير وأيضاً كرسيك يا الله إلى دهر الدهور عن الابن أيضاً معروف أنه في العهد القديم يدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً في النبوة في ميخة إصحاح 5 آية 2 عن الذي يولد في بيت لحم مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل فطبعاً يعني لا بداية له ولا نهاية فالفكرة بالنسبة لليهود ابن الله أي يجعل نفسه مساوي لالله وهذا الفكر بالنسبة لهم تجديف تتذكروا في إنجيل يحنى قالوا له لسنا نرجمك من أجل عمل حسن لكن وأنك إنسان تجعل نفسك إلها وهنا الخطأ المسيح فعلاً إنسان كامل لو قلنا أنه إنسان وجعل نفسه إله هذا تجديف لكن كون الله يتنازل أو يأخذ جسد إنسان حتى يعمل عملية فداء من أجل محبته الشديدة ليخلص الإنسان فهذا بدل على عظمة الرب ابن الله أحبائي في العهد الجديد لا تفيد التناسل الجسدي لنحاشة المسيح ونبع القداسة والنقاوة ولا حتى المرتبية الله آب ابن روح قدس ولا مظاهر متعددة لهذه الأقانيم ولا حتى مفهوم مجازة مرات منحاول نقرب الفكرة في أفكار ابن النيل ابن الفرات ابن البلد إلى آخره لكن حتى التعبير المجازي تعجز عن وصف هذا السر العظيم بكل بساطة ابن الله أنه جاء من عند الآب الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع وأنه جاء بمعجزة حبل به من الروح القدس وأنه ولد ولادة عذراوية لم يتورث الطبيعة الخطاءة بدون خطية لأن كل إنسان يخطئ ما عدا المسيح هو الوحيد بلا خطية فإذن هو المعلن للذات الإلهية والذات الإلهية معلنة فيه فابن الله له معنى عميق معنى روحي شديد فطبعا هون تتكلم عن التطابق في الصفات والخواص أيضا الله روح فبنوة المسيح هي بنوة روحية بنوة فريدة مبنية على المحبة والإحترام والمقام والمعادلة تعني الوحدة بين الآب والابن أنا والآب واحد كما قال المسيح من رآني فقد رأى الآب هذه محبة أزلية بين الآب والابن قبل خلق الإنسان وهذا الإكرام الله يكرم الإبن وكما أن الإبن يكرم الآب أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به قال الرب يسوع فإذن ابن الله لها كلمات أخرى أو دلالات أخرى المسيح هو صورة الله الغير منظور هو كلمة الله الذي اتخذ جسدا في ملء الزمان هو بهاء مجد الله ورسم جوهره هو التعبير الإلهي the very expression في اللغة الإنجليزية التعبير الإلهي لذات الله فإذن هو بهاء الله تتكلم عن مشابهة تامة معادلة كاملة وطبعا أعمال المسيح تظهر أنه الله في كل المواقف وسيد كل الأحداث فهو ابن الله الوحيد الفريد المتميز الحقيقي اشتركوا في القناة